ترجمة نانسي قنقر وما أشارت البيانات إلى أنه تم تسجيل ستون شركة ذات مسؤولية محدودة وثلاثة وخمسون سجلا لشركة الشخص الواحد وفرعيني لشركات أجنبية وقد أوضحت بيانات المركز أن أكبر رؤوس الأموال التي تم تسجيلها تعود لشركة بحر البحرين للطاقة برأس مال قدره أربعة ملايين دينار أعلن المصرف الخليجي التجاري عن استعداده لإدراج أسهمه بسوق دبي المالي وذلك بعد حصوله على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية في كل مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة ومن المتوقع أن تتم عملية الإدراج قبل نهاية العام الجاري 2017 يأتي ذلك في ضوء موافقة الجمعية العمومية للمصرف والتي عقدت في مارس الماضي على إدراج أسهم المصرف في سوق دبي المالي حيث يعتبر ذلك بمثابة خطوة إيجابية ضمن توجهة المصرف الخليجي التجاري للتوسع في أنشطته وتطوير خدماته التي يقدمها إلى مساهمه ومستثمريه تستعد مملكة البحرين لاستضافة منتدا في مجال التمويل الإسلامي تحت عنوان يوم الابتكار المالي الإسلامي وذلك يوم السابع من ديسمبر 2017 وينعقد الحدث بشراكة استراتيجية مع مجلس التنمية الاقتصادية ودعم عدد من الشركاء في القطاع بما في ذلك مؤسسة RFI العالمية التي تركز على بناء الوعي وتسويق البحوث وتشجيع تقارب في التمويل المسؤول ويركز المنتدى في دورته الافتتاحية على تكنولوجيا المالية فاين تيك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كما سيبحث تكنولوجيا المالية الإسلامية وتبني أجندة الابتكار وتنمية رأس الأموال البشري والآن نتوقف سريعا مع سعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل نشر الاقتصادية ومشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام مواصل ارتفاعات الجلسة الماضية بنسبة 0.03% مدى مستوى 1277 نقطة وقاد الارتفاع الأسهم المصرفية المدرجة في البورصة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليون 2.999 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 452 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 82 صفقة وقد تركز نشاط التداول على أسهم قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 44% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ونتابع الآن إغلاقات البورصات الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع بنسبة قارب 18 نقطة مئوية على مستوى 6.933 نقطة متأثرا بتصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمستثمرين التي أنعشت السوق السعودي نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بارتفاع أيضا بنسبة قارب 13 نقطة مئوية على مستوى 6.256 نقطة وذلك لقوة تداول على مؤشر قطاعي الاتصالات وأيضا البنوك نتحول إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أغلق متراجعا بنسبة 0.11% عند مستوى 4.282 نقطة بسبب تراجع مؤشر قطاعي الخدمات والطاقة فيما سجل سوق دبي المالي تراجعا أيضا بنسبة 0.34% مغلقا عند مستوى 3.449 نقطة ويعود سبب النزول لنشاط بيع الأسهم القيادية خلال الجلسة الحالية في حين شهد سوق مصقط للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 0.16% عند مستوى 5.086 نقطة مدعوما بتقدم مؤشر قطاعي الخدمات وأيضا الصناعة وندما تضف بالقناة فهو منسيور 보ชمدي كونتحاب لطاقة وماموات بالقناة سوق موجودة المنشاط사